بالبداية نأسف لما يحصل في السودان الشقيق البلد العربي على ما حل به من ويلات للأسف ويلات الحروب والتدخلات الخارجية التي تعمل مع الأطراف الموجودة على الأرض كل دولة تدعم طرف معين لمصلحة مصالحها الشخصية وجيوسياسية والاقتصادية في السودان طبعا ما يحصل في السودان هو عمل طبعا خارجي لتقسيم السودان كما قسموا السودان سابقا وتم سلخ جنوب السودان وإقامة دولة والآن يسعون المتآمرون على السودان من الخارج إقليميا وعالميا إلى تقسيم هذا البلد كما أرادوا سابقا أن يفعلوا في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وكل المناطق هؤلاء نفسهم الذين يسعون دائما إلى تقسيم الدول العربية وتجزئتها نعم أعود إلى سؤالك نعم الحكومة السورية سعت وتسعى دائما بشكل إيجابي لمساعدة كل المواطنين السوريون الموجودون في السودان ضمن الإمكانات المتوفرة لدى الدولة السورية يعني نحن نعرف وحدتك تعرف أن الطيران السوري لم يبقى إلا طيارة أو طيارتين مدنيات تعمل لا يوجد شركات خاصة كبيرة لا يوجد طيران مكثف لا يوجد إمكانات للدولة السورية خصوصا في موضوع الطيران هذا موضوع أول موضوع ثاني العدد الكبير جدا للمواطنين السوريون الموجودون في السودان يتطلب عدة دول عدة دول لكي تتعاون في هذا الموضوع لكن أستاذ مروان يتطلب هذا وجود الحرب يتطلب خطة من الحكومة السورية لمعالجة هذه الأمر نعرف أن الأمكانات الحكومة السورية قليلة لكن ما يجري يتطلب خطة لإجلائهم طورا سواء عبر الدول المجاورة طبعا هناك خطة تقوم الدولة السورية بإقامة خطة على الأرض تكون عملية نريد خطة عملية على الأرض نتيجة الحروب الشوارع التي تستمر ليلا نهارا على الأرض السودان أنت تشاهد ماذا تفعله الدول الأجنبية والعربية من إجلاء المواطنين المتواجدين في السودان عبر البر وعبر البحر وحتى الطيران نعم هناك لا يمكن أن نقارن من بعد حرب 12 سنة على الدولة السورية والعداء الكبير من كل الدول للدولة السورية والتآمر على الدولة السورية نقول أن هناك ما يقوم به تقوم به مصر وتقوم به السعودية ويقوم به الدول العربية وأمريكا وبريطانيا من إجلاء رعاياها بإمكاناتهم نفس إمكانات الدولة السورية الشتانة ما بين الإمكانات نتيجة الظروف نعم ونتيجة العدد والكم أقول لك صديقي نحن هذا الموضوع الموضوع الإجلاء وغير الإجلاء هذا موضوع واجب على الدولة السورية ضمن إمكاناتها ولا تقصر الدولة السورية ولكن هناك موضوع أكبر من موضوع الإجلاء وأكبر موضوع هو استغلال للأسف الاستغلال السياسي لهذه الموضوع من قبل أكثر من جهة عالمية لهذا الموضوع واستغلال أي موضوع يسيء للدولة السورية ولو كان هذا الموضوع خارج برادة الدولة السورية حتى لو كان إنسان أو غير إنسان لكن تتواجد سفارة الحكومة السورية لم تقطع علاقتها في السودان وتتواجد سفارة لحكومة السورية في الخرطوم حاليا نعم هذه السفارة هي سفارة موجودة ويوجد سفير ولكن للأسف الإمكانات ضعيفة يا سيدي هناك إمكانات ضعيفة جدا 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 يعني حتى إمكانات العناصر الموجودة لدى السفارة السورية هي قليلة إمكانات المادية قليلة الإمكانات اللوجستية على الأرض وفي الجو كمان تعتبر قليلة جدا قياسا للدول الأخرى نحن نطلب يعني نطلب مساعدة أين الدول العربية التي تملك الإمكانات الهائلة طبعا هناك دول قدمت المساعدات نوعا ما أين الدول بمساعدة اللاجئين السوريين وجودا في السودان القريبين جدا من السودان يعني لم نلاحظ أي دولة تريد أو قدمت طلب لمساعدة اللاجئين السوريين لأن الدولة السورية هي في حالة حرب في حالة ضعف اقتصادي وضعف مادي نعم أستاذ مروان في نقطة أخرى هناك حديث أن هؤلاء السوريين يتخوفون من العودة إلى بلادهم بسبب القضايا الأمنية التجنيد الإجباري أو مطلوبين لأجهزة الأمن لماذا لا تصدر الحكومة السورية بعض التطمينات لهؤلاء يعني اليوم نحن يعني نحن اليوم يعني هيك موضوع يعني فيه في قانون يعني اليوم نحن يا اللي بده يجي يجي على سوريا بيكون ارتكابات جرم قضائي أو عدلي فيما يخص وخصوصا إذا كان جزائي أو جنحة أو جزائي يتطلب الحكم ويتطلب القانون تطبيق القانون عليه أما هناك الأمور حتى التجنيد الإجباري يا سيدي يعني تجنيد الإجباري هو واجب ووطني على كل الدول يعني هذا موضوع مفصول عن موضوع عودة اللاجئين أو عدم عودتهم يعني هذا موضوع ضمن القانون يعني أن هناك تخوف لدى هؤلاء السوريين من العودة هذا التخوف أنا برأيي هذا التخوف غير مشروع لأن موضوع عودة اللاجئين إلى وطنهم سوريا اختياري وليس إجباري الدولة الاختياري من يكون ملتزم بالقانون السوري ولا يوجد عليه أي دعوة قضائية أو حكم أو واجب وطني يمكن أن يعود إلى سوريا بكل وساعة صدر طبعا أشكرك جزيل الشكر الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي مروان عربي على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق